ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء مرحبا بكم من جديد في نص تطبيقي تحت عنوان الإنسان والهندسة الوراثية الوحدة الرابعة مستوى ثالث إعدادي الصفحة 145 من كتاب المختار في اللغة العربية تلامدتي سأترككم قليلا تقرأوا النص جيدا أو اضغطوا عليه ليتوقف لتتمكنوا من قراءته قراءة متأنية وبعدها سأترككم قليلا مع أسئلة هذا النص التطبيقي لنعود إليه بعد قليل وشكرا على المتابرة وعلى المواصلة العمل حتى تحصلوا على نقطين جيدة السؤال الأول اقرأ النص قراءة متأنية ثم أنجز ما يلي استنبط واستخراج سلالات الأعراق التهجين ما ينتج عن طريق التزاوج من نوعين مختلفين من حيث الصنف والنوع نبات أو حيوان ما معنى فصائل أجناس السؤال ثاني متى استخدم الإنسان تعدد الأنواع والفصائل وما أقدم ثوره استخدم الإنسان تعدد الأنواع والفصائل منذ القديم وتعتبر النباتات والحيوانات أقدم ثوره السؤال رقم ثلاثة أين تتجلى استفادة الإنسان من الموارد الجينية تتجلى استفادة الإنسان من الموارد الجينية في تحسين التغذية الإقسيات وتحقيق الاكتفاء منه ثم السعي إلى تطوره عبر ممارسة الزراعة السؤال رقم رابعا ما الأخطار التي تهدد الموارد الجينية بالإنقراض وكيف تتم حمايتها من أبرز الأخطار التي تهدد الموارد الجينية بالإنقراض يعني النباتات من خلال تواجد بلدان فقيرة تكون بأمس حاجة إلى تلك الأشجار والأغصان والأوراق عبر الرعي الجائر فيدمرون البيئة لسد حاجياتهم أي السكان وكيف ندافع علي يجب أن تتم حمايتها بالمراقبة وتقديم البديل للساكنة من أجل محافظة على الرصيد العالمي للنباتات وتخزينه كما يخزن حاليا في أول وأشهر وأكبر خزينة بنكية عالمية للبودور في سويسا أشكل الفقرة الأولى شكلا تاما سأشكلوا عن انتباه يمثل تعدد الأنواع والفصائل في النبات والحيوان رصيدا ضخما استخدمه الإنسان منذ القديم في استنباط سلالات جديدة من النباتات والحيوانات دات صفات أفضل من صفات سلالات أقدم وحتى وقت قريب كان التهجين هو أسلوب البشر في الاستفادة من هذا الرصيد الدخم الذي لا نعرف حتى الآن حقيقة حجمه أو عدد مكوناته إلى أن الإنجازات العلمية في فهم حقيقة الجينات الموروتات قد أحدثت انقلابا عميقا في علوم الوراثة أدى إلى ما نعرفه اليوم باسم الهندسة الوراثية أي إكساب فصائل معروفة صفات جديدة ملائمة عن طريق إعادة تشكيل هذه الجينات السؤال الموالي هو استخرج من النص كل اسم تفضيله واذكر وزنه ونوعه الممنوع عفوا اسم التفضيل أفضل وزنه أفعل فعله فاضول الأدهى أفعل داهية الأقدم أفعل قادمة السؤال الذي يليه هو أجرد من الفقرة الأولى كل ممنوع من الصرف محددا نوعه الممنوع من الصرف أفضل فصائل نوعه أفضل نوعه أفضل صفاء على وزن أفعل فصائل على سيغة ملتهى الجموع على وزن مفاعل استخرج الإضافة من الفقرة الأخيرة مع بيان نوعها وما استفاده المضاف من تعريف أو تخصصه غداءه نوعها معنوية الغرض منها التعريف رعي الصفانة معنوية الغرض منها التعريف صيد الأسماك نوعها معنوية أيضا غرضها التعريف لأن المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة حاجاتهم معنوية والمقصود بها التعريف وأيضا رصيد العالم معنوية الغرض منها هو التعريف إعراب الأمر مبتدأ مرفوع بالدمة الأدهى نعث حقيقي مرفوع وعلامة رفع الدم المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر والأمر الواو حرف عطف والأمر اسم معطوف على الذي قبله مرفوع بالدمة هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدأ ثاني إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح كثيرا اسم إن منصوب وعلامة نصب تنوين الفتح كثيرا عربناها من حرف جر مبني على السكون لا محل لهم من الإعراب والهاء دامير متصل مبني على السكون في محل جر اسم المجرو ينقرد فعل مدارع مرفوع بالدمة وعلامة رفعية الدم الدارع الآخري والفاعل ضمير مستطيل تقدره هو والجملة الإثمية في محل خبر المبتدأ التاني إلى هنا أودعكم وإلى اللقاء